فيه ناس من اجل الزات من اجل اهواء شخصية ممكن بتعمل عصارات وشكاقات في الكنيسة عصارات وشكاقات في كل بيت فده بيقولك ايه ده خلاف للتعليم عمر الربنا ما قال كده عمر الربنا ما امر بالشكاقات والانقسامات ابدا ابدا عاوزنا كلنا ايد واحدة كلنا نحب بعض وحب قريبك كنفسك واحكم على نفسك قبل ما يحكموا عليك كما تريدون ان يفعل الناس بكم ويفعلوا هكذا انتم ايضا بهم حط نفسك مكان الناس قبل ما تحكم عليه فهنا بيحذرنا من الشكاقات وقال لنا كمان برضه ان كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب وكل بيت منقسمة على ذاته لا يزبط لان كل الانقسام خلافا للتعليم عمر المسيح مأمر بالانقسام وعمره مأمر بالخلاف على الاطلاق على الاطلاق ربنا عاوزنا كلنا ايد واحدة بينبهنا مش عاوز احنا لا يكون فيه خصام ولا يكون فيه شقاق ولا يكون فيه عصرة ولا يكون فيه عصرة لان العصرة حتضيع ناس كتيرة وتسبب هلاك نفوس كتيرة هتسبب نفوس هلاك نفوس كتيرة اوي وعشان كده كتابه الويل لمن تأتي بوسطته العصرة خير له لو ربط في علقية حجر راحة وطرح في البحر من ان يُعسر احد هؤلاء الصغر المؤمنين باسمي يعني عقاب الانسان المنتحر اخف من عقاب الانسان اللي بيعسر ولاد المسيح بساحة الدينونة ويل لذلك الانسان اللي يسبب العصرة ويسبب هلاك النفوس عشان خاطر كده بيتكلم في الاول هو مش عاوزنا يبقى فيه لداخل بيوتنا اي انشقاق ولا داخل الكنيسة اي انشقاق ولا يبقى فيه خلاف التعليم عاوزنا كلنا ايد واحدة فكر واحد امان واحد معمودية واحدة هو عاوز كده وقالها كده رب واحد امان واحد معمودية واحدة قال كده عشان خاطر كده كل انسان انت تقدر تميز من الانسان اللي بيدعو او التعليم اللي هيسبب انشقاق تقدر تميزه وانا حولك تميزه ازاي الكتاب بيعلمنا بقول الشجرة الصلحة تطلع سمرة صلحة والشجرة الجيدة تطلع سمرة جيدة ومن السمرة تعرف اصل الشجرة من السمرة تعرف اصل الشجرة فلو كان العمل اللي هتعمله او الفكر اللي هتفكره السمرة بتاعته تتفك مع سمار الروح القدس فيها فرح محب عفة طهارة وده عطول اناه اعرف ان السمرة صالحة والاصل الشجرة صالح والعمل من الله طالما اتفكت السمرة مع سمار الروح القدس سمرة العمل اللي هتعمله او الفكر اللي هتفكر فيه فرده لو ترجمته العمل هتكون السمرة سمرة اتفك مع سمار الروح القدس فيها فرح محبة سلام عفة طهارة وده عطول اناه ولا هتبقى السمرة الرضية فحسد شقاك انقسام كذب مدام السمرة الرضية يبقى اصل الشجرة الرضي يبقى الفكرة من الشيطان